موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن سيارات الإسعاف زي السيارة اللي انتو شايفينها ديات بالألوان اللي انتو شايفينها العلوية ديات الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض الألوان دي الهدف منها هو الانتباه طبعا اللون الأصفر بيدل على الانتباه الأحمر للخطر الأخضر والأبيض للمجال الطبي ويميز سيارات الإسعاف هي الإنذارات التي تحمل تلك الألوان بداية في جهة السائق عندي هنا الفيش ده مكتوب عليه 220 فولت هو مهيئ لغرض شحن السيارة أيها السيارة بيتم شحنها بعد نقل الحالة ووجودها بالمواقف بيتم إيصالها بالتائر القهربي لشحن البطارية الـ 12 فولت اللي انتو شايفينها ديات عن طريق جهاز الانفيرتر فالانفيرتر في السيارة هو وظيفته تحويل التائر المتردد إلى شحن البطارية 12 فولت وبعد لما بنستخدم السيارة في نقل الحالات بيحول الـ 12 فولت إلى 220 فولت طيار مستمر لأن الأجهزة الطبية بصفة عامة بتشتغل على طيار 220 فولت فلازم يكون عندي الوظيفة ديات في الأعلى هنلاقي مكتوب أمبولانس إسعاف في اللمبات اللي بتنور ديات زي ما قلنا الأصفر للانتباه الأحمر للخطر الأخضر والأبيض بيرمز للمجال الطبي سيارات الإسعاف مهما اختلف شكلها أو لونها أو نوحها هي في النهاية سيارات بتستخدم للعناية المركزة عندي سيارة نقل إسعاف عادي عندي سيارة مجهزة زي دي زي ما هنشوف في الداخل وعندي طائرات النقل الإسعافي ده باب دخول الممرض أو الطبيب أو المسعف أول ما يجابلنا هنا في السيارة هنشوف طفاية الحريق من نوع بودر زي ما انتو شايفين الطفاية من نوع البودرة الجافة بتستخدم لجميع الحراك فوجودها مهم داخل سيارة إسعاف وزناها 2 كيلو جرام يعني سهلة الحم وسهلة الاستخدام بنستخدم طريقة البيس فيها إن أنا بضغط ضغطها علشان طبعا بشوف العداد الأول كده معناها أن الطفاية فول بشيل بنزع الأمان وبضغط ضغط على المقبض بالتأكد وبعد كده بوجه الطفاية على قاعدة اللهب وابتدأ حرك يمين وشمال لطريقة البيس في طفا الحريق زي ما شرحناها قبل كده في عندي هنا اللي باللون الأصفر ده شفات سويل أحيانا بيكون فيه بطارية داخلية للاستخدام خارج السيارة ده شفات سويل واستخدم للحالات الطرعة بيطبعا بيتركب على 12 فولت فيه جنبه 12 فولت ويداخلوا فيه بطارية لو أنا هستخدمه خارج السيارة هنا فيه على الناحية اليمين طبعا زي ما انتم شايفين هنلاقي فيه التكييف المركزي بالشكل ده علشان يعني أوفر تهوية وضرعة حرارة مناسبة لكابينة المريض اللي احنا فيها حاليا هنا دي أرفوف للمستلزمات الطبية اللي بيستخدمها الطبيب أو المسعف أو الممرض اللي موجود مع النارة اللي انتم شايفينها العلوية فديت رفوف علوية لتخزين المستلزمات الطبية ودي لوحة القهرباء وهنا كاتب لك ممنوع التدخين يوجد أكسجين طبعا بصفة عامة حاليا ممنوع التدخين في جميع المنشآت الصحية وفي غرامة في المبلكة 200 ريال على أي شخص بيدخن في محيط المستشفى أو داخل الأقسام هنا دي غرفة القيادة الخاصة بالسائق دي عندي كاميرا خلفية وفي عندي مجموعة أزرار للتحكم في الإنارة أو في الشفط والزرار الأحمر ده اللي على اليسار خاص بتشغيل الدارة الكهربية لكابينة المريض وعندي فيه اللي هو الأخضر والأصفر والأحمر دي خاصة بحالة المريض ده مفتاح التكييف لو عايزيني شغل التكييف المركزي فأنا بستخدم المفتاح ده وديت مجموعة مفاتيح فيه تحذيرات زي ما قلنا أحمر وبرتقالي وأخضر واللمبات بتاعتهم فوح على حسب حالة المريض بيتم استخدام المفاتيح إذا كانت حالة المريض خطرة أو حالة يعني فيها متوسطة أو حالة جرين حالة خضرة أو حالة بسيطة يعني مفتاح أي اشكاليات وبعدين عندي هنا مفتاح خاص بتشغيل الأكسوجين المركزي بالسيارة وفيه التهوية الفان وعندي فاكيام أو شفط مركزي احنا من شوية شفنا جهاز شفط العادي وفيه شفط مركزي داخل السيارة يبقى عندي نظامين للشفط فيه شفط مركزي وفيه جهاز شفط وعندي بعد كده مفتاح الإضاءة خاص بالكبينة وكشفات لو أنا عايزي زود الإضاءة يمين أو يسار فدي كلها مفاتيح لما بنضغط عليها كلها بتشتغل معايا طبعا بيشغل الأكسوجين المركزي بيشغل الشفات بيشغل التهوية بيشغل الإنذارات حسب ما أنا عايز يعني ده مفتاح التحكم في قوة الشفط المركزي ده مفتاح التحكم في الشفط المركزي طبعا ناحية اليمين اللي هو الزيادة طبعا مش كل الحالات بتعوز قوة شفط عليها اللي بالأخضر ده اللي هو خاص بتشغيل أو التحكم في الأكسوجين المركزي وعندي العداد اللي اشتغل ده العداد ده بيقول لي أنا عندي كمية أكسوجين قدية وتقدر تماشين قدية طبعا هو مدي له له ديت لإحتمالين إن كان فيه مريض والسيارة لسه ما أتغيرش الاستوانة أو إن الاستوانة نفسيها مكفولر المنظم الخاص بيها علشان منع التسريب أو كده فده حفاظ على نسبة الأكسوجين فده مبين هام جدا طبعا علشان أتحكم في الأكسوجين وأعرف الكمية اللي موجودة عندي هتكفيني بعد ساعة ساعة ونصف أو حسب الحالة طبعا بمجرد ما بقفل مفتاح الأكسوجين بيطفي عندي ده الفلوميتر لو فيه مريض محتاج أكسوجين ده المدخل بتاعه طبعا عن طريق الأكسوجين المركزي ده الفلوميتر غني عن التعريف ومعروف هنا ديت المآخذ التيار عندي ده 12 فولت لو عندي أجهزة هتستخدم 12 فولت زي الشفات السواء اللي احنا شفناها وعندي هنا ديت مآخذ التيار 220 فولت AC طبعا دي تم تحويلها عن طريق الإنفيرتر اللي احنا تكلمنا عنه دي خزن للمستلزمات الطبية التي تم استخدامها للمريض بخزنها فيه هنا والسرنجات فيه جزء الأبيض الصغير ده فعندي ديت خزن وبعد كده دم السيارة بتوصل بيجي العامل بيطلع حيات ديت وتم إعدامها حسب الطريقة المتبعة ده مونطور أو جهاز مراكبة علامات حيوية أو شاشة مراكبة مريض طبعا الجهاز ده من وظيفه بجيس ضغط بجيس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم بجيس تخطيط القلب طبعا فيه محاضرة كاملة إن شاء الله هنتكلم عن الجهاز بالتفصيل الجهاز طبعا وجوده مهم لو أنا هتابع ضغط المريض يعني لو محتاج أن أنا تابعه على طول ممكن أن نشغل الجهاز منوال بالإضافة إلى الحساس الخاص بقياس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم بيفضل في أصباع المريض طول المسافة علشان نشوف الحالة للمريض ونتابع الضغط الخاص به هنا الاسي بيوتو سنسور طبعا الاسي بيوتو سنسور هو قياس نسبة تشبع الأكسوجين في الدم بالإضافة إلى ضربات القلب الاسي جي لو أنا هحتاجه راكب السعادة ما بنستخدمه طبعا بيظهر ضربات القلب والن اي بي ده قياس الضغط اللا اختراقي وحنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية فادية الحيات أو العلامات الحيوية اللي أنا مفروض أعرفها خلال فترة نقل المريض ده البوتل ده أو البرطوان ده خاص بالشفط المركزي طبعا زي ما قلنا هنا فيه مفتاح خاص بتشغيل الفاكيوم أو الشفط المركزي لازم أشغله علشان تبتدي الدائرة تشتغل وأستخدم البرطوان ده علشان أعبي فيه السوايل اللي أنا هسحبها من المريض جهاز سنفو الصناعي شيء أساسي في سيارات الإسعاف ده من نوع LTV 1200 جهاز مش بطال جهاز كويس معه بطاريات إضافية الجزء الأمامي ده بطاريات إضافية لو أنا هنجل المريض أو المريض فعلا محتاج جهاز سنفو الصناعي فأنا بقى استخدم الجهاز بخارج السيارة لحد ما أوصل به لحد المكان اللي هيدخل فيه إذا كان طوارئ أو عليا مركزة لكن خلال وجوده بسيارة الإسعاف فهو بيستغل على الكهرباء الداخلية وده ما أخذ الأكسجين المركزي في سيارة الإسعاف فهو بيشتغل على 100% أكسجين تنفو الصناعي نحن عارفينه بيشتغل على نسب أكسجين وهوى هوى طبي أو هوى نقي لكن هنا هو معاه خرطوم واحد بيشتغل على الأكسجين المركزي ده جهاز ضغط بقي هوائي أو ساعة زي ما بيطلق عليه طبعا ده جهاز إضافي لكن الأساس في العمل هو جهاز مراقبة العلمات الحيوية اللي موجود لكن برضو ده أي ظرف إن كان ممكن يكون فيه عطل في جهاز المونطور فلازم يكون عندي جهاز احتياطي أشتغل عليه المونطور طبعا بيستخدم حاليا إنه ممكن أنا أركب القف وأجيس الضغط كل خمس دجايق أو كل عشر دجايق أو كل ربع ساعة حسب ما أنا عايز أو أشغله منوال وجود الجهاز برضو مهم أي سبب ده طبعا برضو جهاز صدمات قلب من نوع نصف آلي AED تكلمني عنه وابل كده وحنتكلم عنه إن شاء الله تاني جهاز بسيط جدا في التعامل أي حد يقدر يستخدمه فيه منه نصف آلي زي ده وفيه آلي نصف آلي إنه أنا بركب وأنا اللي بدي الصدمة بحسب تعليمات الجهاز أما الآلي فهو اللي بدي الصدمة وهو اللي بيشتغل أنا بس بركب الدكتورات ده شنطة خاصة بالمستلزمات وده ترلي ده كرسي للطبيب أو المسعف وده الترلي الخاص بنقل المريض من خارج السيارة هنا عندي ده استوانة الأكسوجين المركزي وده ريجيريتور طبعا بتكون مخزنة هنا الكمية اللي موجودة فيه الاستوان احنا بنشوفها على العداد اللي احنا شفناه من شوية طبعا بتستبدل باستمرار بمجرد ما المسعف بيشوف ان فيه لو او كده او ان خلاص الكمية مش كافية بيتم استبدالها مباشرة علشان تستخدم في حالات نقل المرضى الجزء ده عبارة عن وظفتين وظيفة انه بيستخدم ككرسي لمرافق او لطبيب او يعني بيستخدم ككرسي وبيستخدم كخزنة فيها الاغراض الخاصة بالجبائر خاصة بالعظام وفيه اتنين بورد الاصفر ده والمعدني ده بيستخدموا لنقل المرضى البردات دي موجودة مخزنة هنا يعني كابينة المريض زي ما احنا شايفين تسعت لحاجات كتير جدا كأنك في غرفة عناية مركزة يعني كأنك في غرفة عناية مركزة فعالك كل المستلزمات الطبية اللي انت محتاجها علشان تشوف حالة المريض كده الكابينة ديت من الداخل كلها طبعا هنشوف معاكم مقطع تاني احنا كده دخلنا من الاتجاه برضو دي خزن خلينا نشوف برضو الانفيرتر اللي احنا تكلمنا عنه يجوز فيه حد ما يعرفهوش أو كده خلينا نوضح فكرة الانفيرتر هو جهاز ده طبعا اتنين كيلو فيه اطور منه فيه خمسة كيلو فيه اكتر هو يكفي السيارة اتنين كيلو الفين واب الانفيرتر ده الهدف منه اننا في حالة وقوف السيارة اننا بقاش حل البطارية الداخلية طبعا بطارية الانفيرتر منهاش علاقة بطارية السيارة وحالة في حالة لما اعوز استخدم السيارة واحرقها وحنج المريض بحول الاثناشر فولت اللي في البطارية الى ميتين وعشرين فولت علشان اشغل اجهزة المونوتور اجهزة التنفس صناعي اي اجهزة طبية بتحتاج ميتين وعشرين فالانفيرتر برضو محطوط في مكان كويس جدا نخش بقى مقطع من مدخل المريض ده كده المريض بتم دخوله من المكان ده على الترولي الاصفر اللي احنا شايفينه طبعا الترولي مهي انه دخل المريض بسهولة وبيصر فده برضو هنا الترولي وقادي اللوكسوجين حدي انتو شفتوها لكن خلينا نتكلم عن سيارات الاسعاف طبعا هي مركبات تابعة للمنشآت الصحية سواء حكومية او خاصة استخدمت في البداية في المجال العسكري وطورت واستخدمت مدنيا بداية ظهورها كان في القرن السادس بعد الميلاد خلال الحروب الرومان وكانت تستخدم لحمل المؤن وبعد يفرغها تحمل المصابين للعودة بيهم طبعا عندي انواع من النقل الاسعافي عندي سيارة نقل مرضى سيارة عادية وعندي سيارة عينية مركزة زينا احنا اتكلمنا عنها بالحياة اللي انتو شايفينها بالصدمات بالتنفس طبعا في ارقام للاتصال على سيارات الاسعاف كمثال السعودية هنا 997 مصر 1-2-3 او 123 تونس مثلا 198 سيارات الاسعاف لها طبع خاص ومعروف الطفل بيعرفها والناس الكبار بيعرفوها لانها بتعتمد على الانارة الانارة بتجذب الناس فالسيارة زي ما قلنا في البداية فيها مجموعة من الانارات الوان الانارات زي الاحمر والابيض والاخضر والاصفر طبعا الاصفر قلنا للانتباه الاحمر اللي عنديه حالة خطيرة الاخضر والابيض مجال طبي وايه بتتميز بالصوت صوت سيارات الاسعاف معروف لو جبنا طفل عارف ان صوت طبعا لازم يكون فيه على السيارة شعار كبير بيمثل الوزارة او بيمثل الدولة طبعا احنا عندنا الهلال هو بيمثل معظم الدول العربية ووظيفة المسعف طبعا انه هو بيكون برعاية المريض حتى وصوله كلمة اسعاف او امبولانس بتكون مكتوبة من الشمال بالعكس اللغة المعروفة بعكس اللغة المعروفة علشان تعمل انعكاس على مراية السائق لو فيه سيارة امام سيارة الاسعاف فطبعا كلمة مكتوبة اسعاف باللغة العربية من الشمال اليمين وامبولانس مكتوبة من اليمين للشمال بالعكس بحيس ان يتم عكسها على المراية مراية السائق السيارة الامام سيارة الاسعاف فياخد باله ان فيه سيارة اسعاف موجودة علشان يبتدي يوجه يتوجه لمكان تاني ما عد السيارة يجوز فيها حالة خطيرة او كده يعني واحنا كده انتهينا من شرح سيارة اسعاف وان شاء الله نتكلم عن جهاز المونتور باذن الله